فضلية الشيخ السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم لما لا يخفى عليكم أن الآن قد اقتربت الامتحانات وكثوا الشباب الذين يدرسون في المساجد ولمعروف أن خاصة في الإفتائية والثنوي المتوسط وبعض الجامعات لما يكون فيه بعض الكتب الصور فما حكم الشيخ دخول ودخال الكتب هذه إلى المسجد والدراسة فيها أما الصور الله رهبال كالتي تكون على الغلاف نحن فإنه لا جوز أن يدخل بها المسجد لأن الملائكة لا تدخل بيسا بين صورة وإذا كانت الملائكة تتأذى من جيح البصل والكراث فتتأذى من هذه الرائحة من هذه الصورة التي تمنعها أي تمنع الملائكة من دخول المسجد وأما إذا كانت خفية وليست مقصودة بذاتها فأرجو أن لا يكون في ذلك بأس لأنها خفية مصطوطة هذا الكتاب وأيضا هي غير مقصودة وإن رأى النساء أن يفعل ما هو الأكمل والأفضل فليطمس على وجهها فإذا طمس على وجهها زال الملائكة الشيخ إذا كانت لا يفرق الشيخ إذا كانت كثيرة وقليلة الصور لا بل ما فيها بس يفرق أن الكثيرة فيها مشقة والقليلة لا يفرق أن الكثيرة فيها مشقة بالنسبة لطمسي شكرا